مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا بوصفة جديدة من حياتس هوم كوكينج تشانل بتمنى تكونوا كلكم بألف خير وصحة وصفة اليوم هي البقلاوة بالفستق الحلبي أكيد ما رح عرفكم عن البقلاوة لأنه ما حدا ما بيعرف البقلاوة هالوصفة الحلو المشهورة كتير كتير أصلى من تركيا وانتشرت بالشارق عنا وصرنا نقدمها بكل مناسبتنا بالأفراح بالأعراس بالنجاح بالولادات لازم نضيف بقلاوة وأكيد تطورت كتير بأشكالها وبحشواتها فيها تكون بالفستق الحلبي بالجوز بالكاجو بالسنوبر اليوم رح سويه على الطريقة التركية مع البوزة بطريقة كتير سهلة رح تطلع معكم كتير طيبة بالبيت ما بتاخد أي وقت وإذا بتحضروها بالبيت بتتحكموا أنتوا بمكوناتها يعني بالسمنة وبالسكر يلي مشبورين نحطهم فيها أكيد ما رح نسوي بقلاوة بلا سمنة والكمية يلي رح نضعها اليوم من السمنة هي أقل شي ممكنة يعني ما فينا نحط أقل قد ما فينا حوالي تخفف من السمنة وطلعت كتير كتير طيبة يلا سوا حتى نشوف كيف رح نحضر هالبقلاوة الحلوة كتير مورقة مقرمشة غير شكل قبل ما نشتغل بالبقلاوة لازم وضروري نحضر القطر ليكون بارد جدا لما نستعمله بالبقلاوة وضعت كوبين ونص من السكر مع كوب ونص من الماء متل ما شايفين ما استعملت الكوب المعياري استعملت الماج فالكوب يلي بتستعمله بتكفه فيه ضروري نعصر عصرة حامض حوالي ملقة صغيرة من عصير الليمون الحامض حتى ما يسكر القطر أو بنوضع طرنش كمان من الحامض نتركه نغلوه لماكسيموم 10 دقايق من بعد 10 دقايق رح قضع نكيهن به هالمزاهر الحلو كتير شغل جنوب لأنه هالمزاهر مكسف جدا رح قضع نص ملقة صغيرة من المزاهر رح يعطيني نكهة كتير رائعة للقطر يلي رح يعطي هالنكهة للبقلاوة ضروري نحط مزاهر بهالوصفة حتى يعطينا نكهة طيبة مباشرة نبط في النار وبشيل الطرنش الحامض بتركهن يبرده تماما قبل ما نستعملهن بالنسبه لعجينة البقلاوة أنا استعملت عجينة الفيلو الموجودة بالفريزر دائما بالسوبر ماركات بشيلها من الفريزر قبل بساعه وبتركها ترتاح لحاله ما بدنا نشد فيها ونكسرها يعني هالعجينة كتير طرية وكتير حساسة لازم نطرية على مهل ما تطلع مرتب البقلاوة بناخد قياس الصينية على العجينة ومنقص بالمقاص أو بالسكينة العجين الزايد أكيد هالعجين الزايد فينا نستعمله لكتير من الوصفات منقص العجين على قد الصينية حتى يطلع عجين مرتب فإزان هالزوايد هايدي في كتير وصفات بحاجة لعجين منكسرهم مثل وصفة مثلا هلا إجت عبالي وصفة إمعالي ممكن نستعملهم بوصفة إمعالي وفي كتير وصفات تانية أكيد لهالحجم من الصينية 30 سنتي بدنا كوب ونص من السمنة نققوا نوعية سمنة تكون طيبة كتير وإذا مش موجودة عندكن السمنة فيكن تستعملوا الزبدة بس هي قطيبة كتير بالسمنة دهنت الصينية بكمية من السمن وبلش قدع رقائت واحدة ورد تانية وكل ما قدع واحدة بدأت هنا هي بالسمنة بما إنه هايدي الرقائت هي عجينة الفيلو للبقلاوة وهي بتجي شوي أسمك من عجينة البقلاوة الأصلية يلي بنشتريها من محلات الحلويات فينا نشتريها أكيد من محلات الحلويات فهيدي أسمك شي بسيط من عجينة البقلاوة الأصلية الأصلية عشان هيك رح قدع بس سبع رقائت من الفيلو في حال كانت الرقائت عندكن أرأ فيكن توصلوا للأربعة عشر عدد من الرقائت بأول طبقة بالنسبة لهالعجينة متل ما قلت لكم كان كافي سبع رقائت تطلع كتير كتير منيحة ضروري لتطلع مورقة ومقرمشة كل رقائت تندهن بالسمنة وتتشبع بكل المطارح بالسمنة لازم نكون محضرين الحشوة أنا خطرتها اليوم بالفستق الحلبي بدنا نطحن طحن كتير كتير نعمية يعني مش هالقاد بعد بدنا النعامة أكتر برش كمية من الفستق الحلبي على كل الصينية والكمية اللي استعملتها بهالصينية هاي دي 300 جرام من الفستق الحلبي من عب كال المطرح فينا ننكه الفستق الحلبي إذا بتحبه نكهة المزهر أو المورد قبل ما نوضعهن على العجين تعطيها نكهة مميزة جداً للحشوة يعني نحنا دايماً بلبنان منحب نعطي نكهة للحشوات من المزهر والمورد وإيام السكر بس ما رح زيد سكر لأنه القطر رح يتشرب كل البقلاوة فما رح نحط سكر أكيد من بعد ما وضعنا أول طبقة من الفستق الحلبي من كفة نوضع رقاء من عبية بالسمنة رح أوضع هلأ عدد ثلاثة بس من الرقاءات ليه؟ لأنه بدي أرجع أوضع عن جديد طبقة تانية من الفستق الحلبي هاي دي تانية واحدة وهاي دي التالتة ندهنة بالسمنة ورح رش طبقة تانية من الفستق الحلبي تطلع عندي غنية كتير طيبة كتير نشتغلوها متل ما عم نشتغل وشوفوا شو رح يطلع عنكم النتيجة كمان فينا بما أنه الطبقات بالنص إذا عنكم طبقة مخزقة مش إنه ما منستعملها فينا نغطيها ونسكرها بهالشكل متل ما شفته ما رح تبين لأنه هي بالنص كافة الشغل نفسه بالعجين رح قوضع السبع طبقات بين كل طبقة وطبقة سمنة بنفس الشغل لنوصل لآخر طبقة منشيل زويد عن الجوانب لحتى تطلع مرتبة رح ندهنة ونسقيها بالسمنة ضروري كتير البقلاوة تتقطع قبل ما نفوتها على الفرن عطيتها الشكل يلي مشهورة كتير فيه بتركيا بالشوارع تركيا بقدموها البقلاوة هايدي مع البوزة رح قطعها بهالشكل هيدا فأكيد أنتو بتقطعوها متل ما أنتو بتحبو متل ما بتريدو أنتو عم بتقطعو أول شي نققو سكينة تكون حامية مظبوط بدنا نقطع لكعب الصينية مش بس الوج يعني منقطع للكعب فإذاً عطيتها هيدا الشكل رح أرجع عن جديد سققية بالسمنة يعني هيكل بقلاوة فرح سققية بهالكمية الباقية من السمنة تكون استعملنا كوب ونص بتركها ترتاح تتشرب السمنة لتطلع معي مورقة ومقرمشة عارفين إنو أصولها ينحط السمنة لوج العجين لفوق بس نحنا ما رح نشغلها لقد الكمية كانت كافية وعلى قد شكلها قبل ما تفوت على الفرن بشهة شو رأيكم؟ شو رأيكم بشكل هالبقلاوة؟ الفرن لازم يكون محمى مسبقاً لـ 100 و 75 درجة سلسيوس لمدة 45 دقيقة أو حتى يتلون وجه حسب الفرن عنكم وتصير بهال لون هيدا بس ما تشوفوها صارت بهال لون هيدا منشيلها مباشرة من الفرن هيدا شكلها بعد الخبز شو رأيكم؟ إذا ملاحظين السمنة كانت على قد شربتها كلها لأن البقلاوة هي سمنة يعني نحنا لما ناكل بقلاوة نشرية معروف قدية البقلاوة مش للريجيم يعني بدي أعتذر من أصحاب الدايت هيدا الأكلة مش للدايت هي وصخنة بدنا نسقيها بالقطر البارد جداً سامعين هالصوت؟ كمية القطر كلها راح نحطها فوق البقلاوة ونتركها ترتاح حتى تتشرب كل كمية القطر نخبركم شغلي لما يطلع صوتها أقوى من هيك معناتها السمنة أكتر بكتير من هيك فهالصوت اللي هم يطلع صوت خفيف ناعم بهدوء معناتها السمنة منيحة مقبولة بس مش كتيرة فلما يطلع الصوت هالقرمش اللي بتسمعوها بمحلات اللي ما بتشوفوها معناتها السمنة كانت مدلوئة كتير على البقلاوة فهالقد كيفي أنا برأيي وعن جد إذا بتجربوها بهالكمية هيدا راح تعجبكم كتير كتير لازينة إذا بتحبوت زي نوام الرش شوية تفستق حلبية على وجه راح أتركها ترتاح وتبرد وتتشرب كل القطر قبل ما نقدمها حابة أعرف رأيكم أول شي بشكل الصينية شو رأيكم صراحة كل اللي كانوا عندنا عجبوا كتير بها القصة هايدي القصة التركية نحنا بلبنان ما منقصة بهالشكل عادة البقلاوة بتنقص بطريقة صغيرة أو مربعية صغيرة بس هالقصة هايدي كتير حلوة طلعت فخمة جدا وكأنه سفرنا على تركية راح حتى نسافر مضبوط على تركية شو لازم نعمل هلق منشوف بهالمرحلة بردت راح شيلها من الصينية هاي الصينية بتفتح وبشجعكم تشتروا منها كتير بتريح بالشغل منشيلها من الصينية بوضعها على صينية التقديم وصارت جهزة إنه ندوقة ونخبركن عن النتيجة شو رأيكم النتيجة راح تكون مثل شكلة طيبة هلق منشوف قبل مقدمها الوصفة بتمنى عليكم إذا حبيتوها ما تنسوني باللايك شير والسبسكرايب وما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى توصلكن النوتيفيكيشن إنه نزلنا فيديو جديد دي أشكركن من كل قلبي على دعمكن وعلى محبتكن بتمنى دايما نكون عند حسن ظنكن وقدملكون أحلى وقطيب الوصفات هاي دي قطعة البقلاوة شو رأيكم ملاحظين شكلك كيف طالعة مورقة رائعة جدا شو في حد البقلاوة في البوزة العربية اللي اشتغلناها قبل هالوصفة هاي دي حدرنا البوزة عربية كتير كتير طيبة بتمنى تجربوها لأنه عن جد ما رح تاكلوا بوزة طيبة قدها البوزة أنا متأكد من العم بقلكونية بوزة غنية بالنكهات الرائعة جدا جدا متل ما شفتوا فتحت البقلاوة وسهل كتير انه نفتحها لأنه مورقة بشكل كتير رائع ومنوضع فيها كمية من هالوزة الرائعة كمان وكل الموجودين حسوا حالون صاروا بتركية وقلولي عن جد أخدتينا على تركية من دون ما نسافر كتير حبوها وطلبوا مني الوصفة قلتلهم هلأ بتشوفوها على اليوتيوب بعد كم يوم وهلأ بقلكم هيدا الوصفة وهيدا التفاصيل صار فيكن تجربوها بكل حزافيرة واشتغلوها بمتل ما اشتغلتها رح تطلع عندكن كتير طيبة وصفتين تبعين لبعضهم تانيتهم رائعين جدا جدا الصينية صراحة ما ضيانت لأنه مين ما اجل عندي صار بدو دوق هالبقلاوة مع البوزة وبالفترة يلي عملت فيها البقلاوة اجينا كتير ديوف لدرجة رجعت عملت صينية تانية وضيفت وعن جد كتير نعجبوه وكتير حبوه هالوصفة هيدا بتمنى انتو كمان تجربوها وتنعجبوه وتحبوها الوصفة هيدا وتنبستو فيها متل ما نحنا نبسطنا فيها اكيد فيكن تقدمو البقلاوة من دون بوزة يعني بقلاوة سيدة متل ما دايما منجيبها ومنشتريها سيدة كتير طيبة ما فيه اي مشكلة يعني رائعة جدا النكهة فيها بس انا حبيت اليوم غير وقدمها على الطريقة التركية مع البوزة لحتى نحس حالنا شوي غيرنا بالبقلاوة وصفة البوزة العربية كتير كتير سهلة رح تتفاجأ وقدية سهلة رح قضع اللينك بالديسكريبشن بوكس اذا حبين تشتغلوها بالنسبة لهالاكلي كيف منكلها اجت بنتي بدا تاكل بالشوكو السكينة امتلها مام بسكيها بايدك متل ما بناكل البقلاوة مام بنستعمل شوكو السكينة بنمسكها بايدنا وبناكل و الف صحة وهنا على يلي بدو يجربها وبدو ياكل هالوصفة هايدي سمعتوا القرشة كتير كتير طيبة وصفتي لليوم خلصت بشكر كل شخص وصل معي لاخر الفيديو بشكركم على المشاهدة وبشوفكم بفيديو جديد قريبا جدا باي باي اشتركوا في القناة